كيفكم معكم احمد بفيديو جديد وستراتيجية جدا جدا مهمة مبنية على الشي اللي اخدنا اللي هو السمارت ماني دايبرجنز او السمتي تمام يا اخوان طبعا لاح تكون الاستراتيجية اليوم اه بالرسم وان شاء الله لاح يكون في فيديو تاني جزء تاني لاحنطبق فيه على تشارت طبعا انتم من الرسم فيك تستقي اساسا على تشارت ولكن ما بدي طول عليكم الفيديوهات طبعا هادي المحتوى فور فري الجانب الكامل فتمنى منك كدعم للي اشتراك لايك كومنت ازا عندك فكرة موكي يقدم لك اها او شي غامض حابب تستفسر عنه ومش فهمانه بشكل صحيح وقادم للكم باستراتيجية كريبتو ان شاء الله قريبا مبنية كزاك العمر على اي سي تي استراتيجيتنا لح تتكون من قدة نقاط خلينا اكتبهم بهذا الشكل اول نقطة عندي اللي هي الاسمتي وهي المهم جدا لح تتكون عندي من النقطة التانية اللي هي ممكن تكون غالبا اسيا هاي اوكي واسيا لو تمام بعدين لح استنى انا يصير عندي اه دايورجنس ولح يكون دخولي من ال سي اي اس دي طبعا شارحينه الفيديو السابق لازم ترجع له زمانك تاهم انا اكتب بس استثمر عقلك سي اي اس دي او تغير في حركة تسليم السابق تمام يا اخوان هذا اللي منحتاجه وقت طبعا نحتاج كمان يكون عنا وقت دخول مناسب طبعا شو اللي هعمل انا لح اول شي اعتبر الشارت بهذا الشكل جزئين تمام ان شاء الله المسال الثاني اللي هعطيكنيها على فالم بكل تجرد على جزئين تمام ولكن هلا بما انه الرسم لاح اشتغل مسلا هون على انكيو الناس داك ولح يكون عندي هون مسلا الداو جونز اللي هو ال او الداو جونز حسب انت شو التسمية عندك اللي موضوعها اوكي فبهذا الشكل لحط يو تيرتي طبعا شو لح انتظر طبعا لح نحكي اليوم عن مثال اسين لح اجي اعدد عندي هون اسين هاي واسين لو طبعا بهذا الشكل خلينا احطه هون مشان تكون ولح يكون عندي بهي المنطقة هي بداية لندن اللي هي الساعة تنتين طبعا خلينا نحطه باللون الاحمر كزائك الامر انا بدي بهي المنطقة اسين هاي واسين لو بهذا الشكل طبعا ولح يكون عندي كزائك الامر لندن طب هون شو لح نستخدم نحن لح نستخدم الاس امتي مع اه صحب السيولة يعني لح نشوف السعر مسلا عن نازدك يعمل هاي الحركة اللي هي داخل رنج ثم يكون عندي ثم يكون عندي هادا الشكل تمام قبل ما تبلش لندن طبعا ثم على داو جونز مسلا يصير عندي هاي الحركة تمام ونشوف السعر حصرا مع بداية الجلسة نشوف السعر نزل واخد لو اسيا تمام طبعا نحن نعرف انه ممكن يعكس ولكن هاي ملامح ضعف بالنسبة لاني ونشوف السعر بالافتتاح ما قدر ياخد لو اسيا شو صار عندي هون صار عندي هذا الشكل طبعا تمام صار عندي اس ام تي تمام صار عندي بهاي المنطقة اللي هو الاس ام تي اللي تعلمناها بالفيديوهات السابقة تمام بهذا الشكل كزاك الامر عندي الاس ام تي هون بهذا الشكل طيب ازا صار عندي اس ام تي شو لح استخدم بعد هذا الاس ام تي لح اروح للزوج الاقوى طبعا لازم كون عندي بدي اري لازم كون عندي دايلي بايس مع هاي الاستراتيجي اوكي احجي الاس سعر لهون حتى ممكن في بعض الاشخاص ما بيستخدموهم مع الديلي بايس ولكن افضل دايلي بايس يكون عندك على اقل معرفة بدرو اللي كو دي لا استنى يصير عندي هون على فريم طبعا التايم فريم خلوا نكتب لكم ايها التايم فريم المفضل لقلي هو الخمسة عشر داية صار عندي بدخل منه اسفل السوينج ممكن هون ممكن هون طبعا هدفي لح يكون one to one break even او اذا انا تحت المنتصف لح خلي المنتصف اذا قريب كتير على القمة فلازم القمة تكون break even زي ما كانت الهدف لح استخدم ما بين اتنين او او risk to reward ratio اوكي فبهذا الشكل لح تكون استراتيجي بالنسبة لاتجاه الصعيد كذاك الامر بالنسبة لاتجاه الهابط لح تكون بازن الله بعكس هذا الشكل تماما فلح يكون السعر عندي مسلا اه ماشي بهي الطريقة مسلا خلال نحكي سعر بيني يطيني consolidation تمام بهذا الشكل ثم يشوف مسلا السعر هون هون مسلا ساعة انتين بهذا الشكل اخذ القمة طيح اذا هذا عم يعطيني ملامح قوة اوكي للسعر ولكن مشوف على الداو جونز انه السعر عامل لي هيك بهذا الشكل ثم وصل لهون السعر هون كسر هون ما قدر يكسر فشو بدي استننا؟ لا استنى changing state of delivery بهي المنطقة انت فضل فريم الخمستاش طبعا انت م يعنى مخير بهذا الامر انت تبحث coma تماما يا اخوان طبعا او انا احطه باللون الابيض. فخلوني حولكني الى اللون. حطوا باللون الاسود حفر لحولكني الى الابيض. طب. الحدخل بطريقة. هاي الاسوينج مسلا. انت طبعا راقب هاي الامور وعمل جدا مهم. لاحستهدف في اه اللون. اتمنى ما يكون طويل الفيديو عليكم. انا قسمت جزئين لحتى ما يكون طويل كتير. امنى منكم لايك اه واشتراك وكومنت الظريف. اي معلومة حابدين اشرح لكم اياك. معكم احمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.